السلام عليكم معكم محمود وحلقة جديدة النهاردة انا مش عايز اطول عليكم اقول لكم بس ايه كم فكرة صغيرة كده في الازمة الحالية الاوكرانية الروسية او الروسية الاوكرانية وازمة الدنباس ان هي الازمة الاساسية والكور الاساسي في القصة دي كلها ماذا حدث في خلفية هذه القضايا كلها في ناس كتير كنت اشوف الفيديوهات الرنانة او المشهورة من وكالات انباء او مغردين او يوتيوبرز مشهورين كنت الاقي في التعليقات احب اقرأ التعليقات شوف السيل العام او الوجهة للنظر العربية عاملة زي فيلاقيت ناس كتيرة من العرب بالاسف انا بسميهم دواعش المهجر ناس عايشة في روسيا يقول لك هنهجم عليكم في اوكرانيا وناخد البلد ونحتلها وكلها تبقى بتاعتنا ومش عارفة الصف الجاي هصيف في كيف وناس كتيرة كلامها كده واوكرانيا وانتوا بتشعر وطلعين قصص ملهاش اساس من الصحة كذريعة ان لا روسيا لازم تاخد اوكرانيا وعلى الجانب الاخر اوكرانيا وبتاع برضو ناس عايشة في اوكرانيا وايه هنهزمكم ونضرب روسيا بالنووي وانتوا معانا وامريكا معانا كلام فاضت برضو وخزعبلات ويقول لك بوتين عايز وبتاع بس احنا مش هننوله وهنجيبه في شوال وكلام كلام كلام مالوش اي قيمة ولا وزن يدل على برضو دواعش المهجر اللي دماغهم في الترالالي مش قارين المشهد صح كل ده على طبعا انا عارف ان في الفيرشوال لايف او على الانلاين لوحد بيكتب اللي في خياله ممكن يكون في الواقع في الحياة ما بيقولش الكلام ده ولا في باله بس اهو بيهيص على الانلاين ولكن كل دول بيهيصوا ده يدل على فترة فاسدة عند البعض مش كلهم طبعا في ناس تاني يقولك ربنا يسلم احنا مش عايزين مشاكل لروسيا ولا اوكرانيا والرئيس الروسي بيعمل اللي عليه والرئيس الاوكرانيا اللي بيعمل عليه والناس بتحاول تأمن بلدها بكل واحد حسب رؤيته اه لحد اتى لحد ولا حد اعتاد على لحد فالدنيا حلوة كده كان ناس وجدت نظرها محايدة لحد ما وفي ناس بتسقف بقى الامريكا وناس تسقف لروسيا شغل بقى رخيص فانا شفت بقى ايه يعني الاصناف بتلات مسميات مختلفة يعني مثلا في ناس اللي هي بتؤيد وبتحب الرقص مالية ما هي الرقص مالية اللي هو رأس ماله التهييس والرأس طب الورقص لده وطب الورقص لده مين الكبير مين الجامد من الرعب والخوف يعني زي ما قلت لكم قبل كده مش عارف بقى سمعتوا مني قبل كده ولا بقول دايما المرعوب ميزانه مقلوب طول ما هو مرعوب وخاف من حد مسلا بخاف من بايدن ولا من امريكا ولا من امريكا ولا من نيتو يقول لك يا لأ جامدين هيكسروه وروسيا هيعملوش عارفين واحد برضو ايه بيلحص الاحذية لبوتين ولا في روسيا ولا بتاع ده وراجل عبد اي حد يحكم روسيا لو جبنا مسلا محمود العبد اللي حاكم روسيا في يوم الايام هيجي يلحص جزمتي تاني يوم وانا ارفصه اقول له لا مش عايز ده لو انا يعني خدت المنصب فبس فيه ناس كده ايه اللي هو يرقص لأي حد ارقص لمش عارف مين في مملكته فالرقص مالية راس ماله هو الرقص في اي حاجة ويكتب في التعليقات يا جامد يا مش عارف ايه ولولولول ايه ومبسوط جدا ده صنف كتير لقيته من يعني جزء كبير من الخبثاء هو صنف الرقص مالية الصنف التاني اللي اسمه الانا مالية الناس يقول لك انا مليش دعوة انا مش هنا وبتاع وده ده غالبا ما بيعلقش او تعليقاته بتبقى سلبية جدا او مش سلبية اه هامشية مالهاش يقول لك حد مثلا الخبر بيقول لك اوكرانيا تعتدي وبتاعدي يقول لك اوكرانيا وحشة والله يعني يعني او بمناسبة اوكرانيا تعتدي فيه مشهد كده متفابرك الصراحة يعني انا اربق بقناة روسيا اليوم انها تعمل حاجة زي كده اللي هو المزيع عربي للأسف عاملن فيه ضرب نار وبتاعه بنستخبه هو بتاعه يعني علش روسيا على الحدود بتاعتها فيه كاميرات تلتمية وستين درجة على فكرة في المقاط الحدودية وبتاعه ممكن تصور مصدر الطلقة على اقل دخان طالع او القذيفة وهي جاية بيبقى تصوير ضعيف شوية ولكن دقيق اه فكان ممكن لو عايزين نسبة ان اوكرانيا او الجيش او حتى مش لجيش اوكرانيا ولا اي طلقة طالعة من ناحية من الجبهة او من الحدود الاوكرانيا تتباني وتتصور ويتتزعف كل وكالات الانباء مفيش مشكلة لكن المشهد الرخيص اللي عملو ده اللي اعتقد ان ادارة القناة هتحاسبهم عليه ما كانش له لازمة واللي رواجه برضو اكيد هيتحاسب المهم فمشاهد زي دي طبعا ما تخشش على دماغ اي مشاهد ببصلة مش المشاهد العرب بس لا المشاهد الروسي نفسه اللي عملوا عليها نقط فورا فورا نزولها يعني ففي ناس اللي بقولك الانمالية ولا كانمالية دعا وبتاع الخبر بيقول ان روسيا وحشة تبقى وحشة اللي يقول امريكا وحشة تبقى وحشة حسب الخبر بيقوله هو انامالي انا كلامهم هو اللي صحهم ما يفهم حسن مني فالانمالية او العقلية الانمالية دي هتلاقي كتير في الوطن العربي وسط الخبثاء وحتى الغير الخبثاء مجرد حد خلي الزهن كده انامالي في كل حاجة لحد ما تيجي الموضوع على دماغهم ساعتها مش عارف بقى هيقول انامالي ولا ده كان صنفين في صنف تالت ورابع مش عارف الحلقة تستسع ولا لا اللي هو الناس اللي يقول لك ايه يبدو اللي هما اسمهم ايه اليبدويين او اليبدوية يبدو كأنه شكله هيهجم شكله بوتن شكله عايز يحتل اوكرانيا اوكرانيا شكلها هتجيب الناتو الناتو شكله او يبدو او عايزين ياخدوا روسيا او يدمروا روسيا او يفتتوا روسيا اللي هو يبدو والكأن يعني فالكأن ده نوع رابع هقوله لكم في الاخرى واحنا في الاخرى اهو قال كأنه حصلية او الكانو حصلية كأنه حصل كل حاجة بالنسبة لهم كأنه حصل فاللي هو قال لك ساعة الصفر وتوانية واربعين ساعة مش عارف بيه وتخيلوا ان اوكرانيا احتلت بالفعل وقال لك على فكرة الكومانز الروسي في كيف دلوقتي وبتاق فيه ناس بقى خرفت وهربت منها بعيد قوي وقالت لك على فكرة اوكرانيا وبتاعته الناتو زرع الكومانز بتاعته وورا خلف خطوط الجيش الروسي الجيش الروسي متحوط دلوقتي المائل وتلاتين الف يعني كان برضو ناس هرياصة جامد وقالت في بيلا روسيا الناتو خلاص حوط بيلا روسيا ناس طبعا ايه اللي هو كأنه حصل عايشين في الوهب الكأنه دول بتوع الكأنه كل حاجة بالنسبة لهم يبدو دول الصنف التالت والصنف الرابع كأنه حصل بالفعل ففيه ناس بتتكهم في المستقبل بتوع الكأن وفيه ناس اللي هي اه اه بتوع يبدو اما بتوع كأن كأنه حصل حاجة في الماضي يعني ده تخطى بتوع اليبدويين وكانت دي حلقة النهاردة علشان اه اوضح لكو بس الصورة شوي ونعرف احنا مين ونعبر عن رأينا ازاي خلصت الحلقة يا رب اكون نافعة باذن الله يا رب نسلم الجميع ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشدوا ان لايه الا انت استغفرك واتوب ولايك تشوفكم على خير في حفظ الله السلام عليكم